بحبة بطاطس او حبتين بطاطس هنعمل العظمة اللي انتوا شايفينها دي احلى من المكارونا واجبة غداء وعشاء او ممكن فطار سهلة وسريعة واقتصادية جميلة جدا جدا كل اللي احنا محتاجينه 400 الى 500 جرام من البطاطس يعني نص كيلو كده او نص كيلو اللي شوية وبعد كده هنبدأ ان احنا نقشرهم ونقطعهم بالشكل اللي حضراتكم شايفين ودوات اتمنى من حضراتكم تعملوا لايك الفيديو تقديرا لمجهدنا واشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل علشان يوصلكم كل ما هو جديد نبدأ على بركة الله الفيديو اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اتمنى من حضراتكم تصلوا على النبي عشان تاخدوا حسنات واحنا كمان ناخد حسنات بعد ما قطعنا البطاطس بقعبات بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده هنبدأ بقى نجيب حلة ونحط عليها مية مغلية من الكتل او ممكن نحط مية عادية ونسيبها على البتاجاز لغاية ما تقلب طبعا احنا بنحط مية مغلية من الكتل عشان تصرع الموضوع شوية بدل ما ياخد ربع ساعة على البتاجاز ويسحب غاز كتير فممكن ياخد خمس دقيق بس زي ما حضراتكم شايفين حطينا الحلة بالبطاطس بتاعتنا على النار لغاية ما بدأت انها تغلي واول ما نحط الشوكة فيها ونلاقي بتدخل البطاطس معنا كده ان البطاطس استود هنصفيها من المية زي ما حضراتكم شايفين وبعد كده هنبدأ بقى نجيب بولة بتاعتنا كبيرة كده او نجيب حلة او طبق اي حاجة وبعد كده طبعا نبدأ نفضي المحتويات بتاعت البطاطس بتاعتنا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوات وبالهراسة بتاعتنا هنبدأ نهرس البطاطس كويس جدا 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 عايز اقول لكم الوصفة دي طعمها جميل جدا ولزيز جدا 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 وكمان هتلاقوها شاملة فيتامينات ونشويات وسكريات يعني اطفالكم هيحبوها وكمان فايدة حلوة جدا جدا بعد ما هرسنا البطاطس كويس جدا هنحتاج نشط دورة قد ايه نشط دورة 200 جرام بالزبط الباكت ده 200 جرام يا جماعة فانا هفتحه وفضي قدام حضراتكم على البطاطس بالزبط طبعا يا جماعة لازم تاخدوا بالكم ان احنا المقادير والمعايير لازم تبقى مظبوطة لضمان نجاح الوصفة بعد كده زي ما حضراتكم شايفين هنبدأ نعجن كويس جدا زي كأننا بنعجن عجينة خلص ونحتاج ربع كوب من المية بس هننزله على فترات يعني شوية صغيرين شوية صغيرين احنا مش عايزين العجينة تلزق في ادينا يعني لو انتوا شايفين ان هي محتاجين مية اكتر طبعا بيبقى على حسب نوع النشا زي ما حداكم شايفين بمعنى صح ندخل صبعا كده يا جماعة العجينة ما تلزقش في ادينا عشان طبعا نقدر نشكلها كويس جدا عايز اقول لكم قناة شيكو توتل هي القناة بتاعتي قناة متخصصة بكل ما يتعلق بالطبخ هتلاوي فيديوهات كتيرة خاصة بالمطبخ والطبخ وحاجات حلوة جدا اتمنى من حضراتكم تشوفوا القناة بتاعتنا وفيديوهاتنا كاملة بعد كده هنبدأ ان احنا نجيب ازازة عادي عندنا او اي ازازة بلاستيكة او ازازة بالشكل لحضراتكم شايفينه ده وهنجيب طبق صغير وهنبدأ ان ينزل شوية صغيرين من الزيت على الطبق دوت زي ما حضراتكم شايفين بالشكل دوت طبعا الازازة دي هتكون هتساعدنا ان احنا نقدر نشكل العجينة بتاعتنا وعايز اقول لكم الوجبة دي حلوة ممكن تحشوها لحمة مفرومة ممكن تحشوها جبا مفيش مشكلة ممكن تعملوها زينا برضو هتبقى جميلة جدا بعد ما كورنا هنحط الازازة كده في الزيت وهنبدأ ان احنا نضغط بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده ايه الجمال والحلاوة دي طبعا يا جماعة انا حبيت ان انا اظهر الجزء ده اكتر من مرة لحضراتكم عشان تاخدوا بالكم من التفصيلة دي لان طبعا الشكل مهم جدا وكمان الطعم مهم جدا ففيه تفاصيل انا مصرع الفيديو عشان ما يكونش مملة وطويل عليكم وفيه تفاصيل انا صعب ان انا اصرع الفيديو عشان حرام تعملو الوصفة وما تنجحش زي ما حضراتكم شايفين الشكل طبعا اللي احنا عملناه وطبعا عملنا الكمية بتاعتنا زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي بصراحة عدد جميل جدا جدا من نص كيلو بطاطس او من حبة بطاطس كبيرة او من حبتين صغيرين عملنا الكمية دي عايز اقول لكم وصفة جميلة جدا ولذيذة جدا وبجده هتعجبكو جدا 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 هنجيب يا جماعة مية مغلية ونحطها على النار وهنبدأ ننزل بكرات البطاطس بتاعتنا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده مية تكون مغلية لمدة قد ايه لمدة ديئتين ونص او تلت دقيقة زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده وعبال ما هي موجودة على المية المغلية هنجيب بولة تانية فيها مية عادية من الحنفية وهنبدأ نضيف عليها مكعبات التلك عشان كرات البطاطس تاخد صدمة من المية المغلية للمية المسلجة عشان القوام بتاعها يتمسك من الخارج وسبحان الله بتكون جميلة جدا من الداخل وهاشة خالص وطرية زي ما حضراتكم شايفين بدأت ان انا اضيف بقى كده الكرات البطاطس وزي ما حضراتكم شايفين لونها جميل واستوت وبقت تعمها حلوة جدا بعد كده هنبدأ ان احنا نضيفها في البولة في المية المغلية زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده ونبدأ كده نديها تقليبة كده زي ما حضراتكم شايفين عشان ما تكونش في حاجة لزقة في الطبق او البولة لمدة قدقية يا جماعة لمدة 3 دقايق بس بعد كده هنجيب اي صنية كبيرة عندنا او بولة او حلة او اي حاجة ممكن نضيف فيها الكراب بتاعتنا هنحتاج اتنين فص من التوم هنبدأ ان احنا نهرسه باي حاجة بضهر السكينة بمعلقة بشوكة بالهون زي ما حضراتكم شوفتم اي حاجة بعد كده هنحتاج معلقتين كبار من السياسوس الغامق او اي نوع السياسوس مفيش مشكلة ولو حابين تضيفوا السوس الباربيكيو برضو مفيش مشكلة وبعد كده هنبدأ نضيف اي خضرة عندنا سواء بصل اغدر او كسبرة او بقدونس اي خضرة انتو حابين تضفوها وبعد كده هنحتاج معلقة صغيرة من البابريكا اللي هي البودر البابريكا او بودر الفلفل الحلو وبعد كده هنحتاج معلقة كبيرة من السكر بعد كده يا جماعة هنبدأ نجيب حلة تانية وهنبدأ نضيف عليها الزيت هنحتاج الزيت ده هنضيف بالزبط اربع معالق كبار من الزيت بالزبط يا جماعة اربع معالق كبار بس يعني وصفة اقتصادية وجميلة ولذيذة وبجد طعمها حلوة جدا 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 وزي ما قلت لكم ممكن تحشوا الكرات دي لحمة مفرومة اي حاجة سهلة جبا اي حاجة وبعد كده نبدأ نحط الزيت على النار لغاية ما يبدأ ان هو يعمل الصوت ده وهسيبكم بقى تسمعوا الصوت اللي جاي بمزاجكم زي ما حضراتكم سمعتوا لازم يكون الزيت سخن ونبدأ ننزله على كرات البطاطس الجميلة بتاعتنا وبعد كده نبدأ نقل كرات البطاطس عشان تشرب من الصص ودي حسب الرغبة يا جماعة معلقة صغيرة من بصل بودر معلقة صغيرة من التوم البودر لو انتم مش حابين تضيفه مفيش مشكلة وممكن رشة بابريكة تاني اللي هو بودر الفلفل الحلو زي ما حضراتكم بتقولوا عليه وبعد كده نبدأ بقى نقل بالمكونات عايز اقول لكم طبعا اكيد انتم متخيلين الريحة والطعم عامل ازاي بعد كده بقى نبدأ نشيل الحاجات دي في طباق التقديم وبكده يا جماعة عايز اقول لكم الوصفة بتاعتنا انت اعتقد شايفين الشكل وشايفين اللون اتمنى من حضراتكم تقدروا مجهودنا انتم تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل وتصلوا عنا بي وتشوفوا باقي في فيديوهاتنا انا معكم اشرف من مصر والسلام عليكم باي باي